ايضا يقولنا حلق الرأس بالنسبة للمرأة حيث ان شعرها له او به قشور ما هو الحكم في ذلك وفقكم حلق الرأس للمرأة اذا كان لضرورة فلا بأس مثل ان يكون في رأسها جروح لا تتمكن من مدعواتها الا بحلق رأسها فهذا لا بأس واما بدون ضرورة فان اهل العلم يقولون انه حرام لتعلق رأسها لان ذلك من التشبه بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبهات من النساء بالرجال